هذا الذي تجلى في معركة سيف القدس مؤخراً بأن هذه المعركة أحدثت اختلالات استراتيجية في بنية الكيان الصهيولي بما فعلته المقاومة بدءاً من المقاومة الشعبية الجماهيرية في داخل القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية والداخل الفلسطين المحتل إلى أن وصلنا إلى ذروة المواجهة العسكرية على جبهة قطاع غزة وأنا أريد أن نؤكد بأن هذه من المرات القليلة التي يجنح فيها الاحتلال إلى وقف إطلاق النار تحت ضربات المقاومة والمقاومة في هذه المرة سجلت ورسخت عدد من المعادلات المعادلة الأولى بأن بإدخال القدس في قعدة الاشتباك مع المقاومة وأن المقاومة ليست محصورة في غزة كما يريدها الاحتلال وهي أيضاً لا تعمل فقط في إطار احتياجات غزة الخاصة سواء كانت احتياجات مطلبية أو إنسانية بل خرجت من حدود غزة لتدافع عن القدس وعن الأقصى وهذا يعني أن المقاومة وفي مقدمتها حماس وكتائبها القسامية سترسخ استراتيجية الاهتمام أكثر من أي وقت مضى بالعناوين الوطنية الجامعة وسوف تكون المقاومة على تماث مباشر بهذه العنوين بالقدس في مواجهة الاستيطان في موضوع الأسرة في الحقوق في كل شيء فيما يتعلق أيضاً بحصار غزة وأيضاً فيما يتعلق بعدم الاستفراد بأهلنا في داخل فلسطين التاريخية هذه المقاومة الباسلة رسخت هذه المعادلة ورسخت أيضاً معادلة أخرى هي أن المقاومة ستستمر في تطوير وسائلها القتالية وهذا الأمر غير خاضع لأي تفاوضات ولا لأي مفاوضات المقاومة كحق مشروع للشعب الفلسطيني وامتلاك السلاح وتطوير وسائل المقاومة ليست خاضعة لأي مباحثات أو مفاوضات والأمر الثالث أن قضية التبادل للأسرة الذي تملكه المقاومة وكتائب القسام هذا مصار مستقل ليس مرتبطاً بالإعمار في غزة هذه قضية مصارها مصار مستقل وثمنها معروف والمطلوب لها معروف وأيضاً النقطة الرابعة أن المعادلة لهذه المقاومة أنها مقاومة ليست قاصرة على شكل واحد فما جرى في الضفة الغربية هو مقاومة وسقط في الضفة الغربية 32 شهيد ما جرى في القدس في الرباط في الاعتكاف داخل المسجد الأقصى هو مقاومة ما قام به أهلنا في الثمانية وأربعين مقاومة ما قام به أهلنا في لبنان والوصول إلى الحدود مع فلسطين التاريخية مقاومة ما قام به أهلنا في الأردن مقاومة ما يقوم به كل فلسطيني في أي مكان في إطار هذه المقاومة الواسعة مقاومة رفع قضايا ضد قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية لجلبهم ليحاكموا كمجرمي حرب هو أيضاً مقاومة محاولة عزل الكيان الإسرائيلي ومحاصرة الرواية الصهيونية في المجتمع الدولي هي مقاومة نحن سنخوض هذه المقاومة على كل هذه المصارات وكل هذه الجبهات إذن هذا الأمر الأول أن المقاومة أصبحت اليوم خيار شعب وليس خيار فصيل بل أقول من خلال زياراتنا اليوم ولقاءاتنا مع نخب ومكونات الأمة أن المقاومة في فلسطين هو خيار أمة وليس خيار شعب قضية القدس هي القضية أصلاً ولا فلسطين بدون القدس هذا شيء ثابت سياسياً ودينياً وعقادياً ووطنياً كل شيء لكن الخلاف بيننا وبين إخواننا أننا نريد أن نخوض معركة سياسية واشتباك وطني من أجل إجراء الانتخابات في القدس لا نسلم للاحتلال بأنه يمنع إجراء الانتخابات في القدس ولا نمنح الاحتلال ورقة الإبتزاز السياسي ولا أن يكون هو متصرفاً بحق الشعب الديمقراطي الفلسطيني في إجراء انتخابات ديمقراطية ما بصح ونحن عرضنا بدائل حقيقة في هذا الموضوع يعني عرضنا في خوارات القاهرة ونحن حينما وقعنا على ميثاق شرف وقعنا على ميثاق شرف يتصل بترتيب الانتخابات واستحضرنا في القاهرة بأن القدس ستكون منطقة احتكاك مع العدو في هذه الانتخابات وجميعنا كان يقول نريد أن نخوض اشتباك سياسي وطني مع الاحتلال لنفرض إجراء الانتخابات في القدس يعني بمعنى أنه صندوق الاقتراع احنا نضحها في المسجد الأقصى نضحها في كنيسة القيامة نضحها في المؤسسات الوطنية في داخل القدس نضحها في شوارعنا المدينة القديمة وليأتي جنود الاحتلال وشرطة الاحتلال لتصادر هذه الصندوق أمام العالم حتى يرى العالم بأن هذا الكيان الإسرائيلي ليس واحد ديمقراطية كما يريد أن يصور نفسه وأن هذا العدو لا يكتفي فقط بأنه يحرم الفلسطيني في أرضه ومن حق وصوله إلى القدس وإلى الأقصى وحريته بل كمان يمنع من أن يمارس حقه الطبيعي الديمقراطي في الانتخابات واختيار قيادته لكن قلت بأن هذا الأمر لم يحصل فتم تأجيل الانتخابات تأجيل الانتخابات حقيقة أنه أدخل الحالة الوطنية الفلسطينية قبل المعركة الأخيرة بما يشبه الانسداد الداخلي فلما انطلقت الأحداث ووقع ما وقع من مواجهة مع العدو توحد الشعب الفلسطيني توحد الشعب الفلسطيني وحدة حقيقية في الميدان وحول القدس وحول خيار المقاومة وتوحد جغرافيا وسياسيا لذلك اليوم نحن بدنا نبني على هذه الوحدة التي تجلت خلال هذه المعركة فاستأنفنا حوارات وإن كان ليس بالترتيب اللازم والمطلوب ولكن هناك حوارات بيننا وبين إخوتنا بفتح وعقدت لقاءات بيننا وبينهم بعد المعركة أيضا في القاهرة وبرعاية الأشقاء في جهاز المخابرات المصرية وتحدثنا على ضرورة الآن بناء وحدة وطنية حقيقية نحن نظرتنا في حركة حماس أن إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة يجب أن يصل مدى إلى إلى فضاءات مهمة جدا الأول هو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني من خلال تشكيل مجلس وطني فلسطيني ينبثق عنه لجنة تنفيذية ومجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني باعتبار أن المنظمة هي البيت الجامع للشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج ونحن متمسكون والفصائل الفلسطينية بما في إخوتنا بفتح يتحدث متمسكون بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني لكن يجب أن يكون هناك قرار يجب أن يكون هناك إرادة لتنفيذ هذا التوجه هذا الفضاء الأول الفضاء الثاني ترتيب مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة